اشتركوا في القناة تستقر في شباك رحماني وفرحة كبيرة في المدرجات وهدف يستحق الإعادة ليتمركز اللعب بعدها في وسط الملعب واكتفى الفريق المحلي بالتزديد من بعيد لنشاهد أول فرصة حقيقية للسياسي في الدقيقة الخامسة والثلاثين عن طريق عبد الحفيظ الذي ضيع كرة التعديل دقيقتان بعد ذلك الحارس في لالي يمنع رأسية خالدي من دخول الشباك وهدف دون رد نتيجة هذا الشوط الذي لعب في أجواء طبيعية باردة جدا حاول أشبال ماذوي العودة في النتيجة في الشوط الثاني ودائما عبد الحفيظ الذي لم يلتحق بالكرة في هذه اللقطة رد عليه زيدي بهذه التزديدة ثم خالدي ينفذ مخالفة في الدقيقة الرابعة والخمسين ورأسية شكال يصدها في لالي أخطر فرصة في الشوط الثاني كانت عن طريق القناس بيزيد الذي لم يستغل توزيعة عثماني ورأسيته أخطأت المرمى نفس اللاعب حاول التزديد من بعيد وتبعه زيدي على نفس المنوال ثم حاول خالدي تزديده والآخر لكن كرته جانبية تغير لون الكرة وتغير اللاعبون من الفريقين وبقي السوسبانس حول تغيير النتيجة وسيناريو نهاية اللقاء المثير في الوقت البديل مخالفة لشباب قسنطينة مداحي في التنفيذ وخالدي برأسية يباغت في لالي ويعدل النتيجة هدف مقابل هدف ونهاية المباراة في روح رياضية عالية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر